السلام عليكم معاكم ريان شديد واليوم بجيب لكم القصة عرف انه هذا مو منظم مقاطعي بس كان لازم اقول لكم عشان اقول لكم ايش سبب القطعة اللي قطعتها وكنت انزم مقاطعة سليكية فبسم الله خلينا نبدأ المقطع طيب زي ما تشوفوا انا كنت ساحب يا شباب خلينا اقول لكم السالفة زي ما تعرفوا كنت داعس في اليوتيوب ورايح وكذا كنت وكنت الحمدلله داعس فوسطتني دعوة على ايفنت ايفنت هذا وين؟ في امريكا لوس انجلوس وحركات لا كان بالدالس تيكسوس في امريكا فانا وهم دافعين لي كل الاشياء وكل الاشياء وانا قلت خلاص تمام ايش مسوي؟ فكر وبقول مسوي فيها مقطع بروح اصوبر مع مستر تخيل انه ايفنت مستر بيست ايراك راين تراهان وناس كثيرة ما شفيرة هناك وانا رايح هناك تخيل لو انت شخص طبيعي تبقى تدخل تتفع الف دولار عشان تأخذ تيكت فانا قلت هاي فرصة الامر هنا راح تتغير حياتي وانا الواحد دين في الوطن العربي نزلسته دعوة امه الفلاء واخيرا امريكا امريكا وطبعا رحنا وحولولي الفلوس ودفعنا الفيزا عشان تاخذ الموعد انا اول ما خدت موعد حجزت موعد ودفعت موقع علق خرب الموقع موقع خرب خرب الموقع تخيل انه ما اقدر اغير موعدي ولا اقدر احجز موعد ولا اقدر ارسل شيء عاطوني موعد السنة الجاية شهر خمسة والإفنت يوم الثلاثاء هذا بعد كم يوم طبعا انا كاي تاكي ما زمر وانا رحنا كان بعدين انا كلمت السفارة روحت السفارة كلمت الكره الاردن كل بني ادم في الدنيا عشان يحللي المشكلة وبعدين اخر شيء جاء قالوا لي المشكلة هذي رح تنحل متى م يقوم السفارة متى تبغى تحلى تبغى تحلى بعد سنة بتحلى وانا قلت ما ادري غير سوي فروحت لفيت الأردن سبع مرات وروحت ورجعت ولفيت وسويت كل شي ولا حلت المشكلة تخيلوا انه رحت السفارة نفسها وما حلولي المشكلة بعدين بشهر تسعة جلتني الدعوة بشهر ثمانية يوم ثمانية سنة شهر تسعة يوم ثمانية تمام نفس كذا سبحانه بعد شهر تصلوا علي رقم السفارة الأمريكية والإنسانه وقلولي انه ايش صاير معاك وزي كذا وتلم انه عندي مشكلة وموقع معلق وعندي افنتاز مسافر وعندي 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 وانا اسمي ريان شديد وانا يوتيوبر وعندي عشرين ألف مشترك حط لك واشتراك شي نصف مئة ألف وبعدين قلت لهم مليون شي وشرحت وروحت وشباب بسويت قولي طيب راح نشوف إذا نقدر نساعده قلت يا الله يعني حتى بعد هذه أوكي جاء يوم الثاني أصحى الصباح أشيك الإيميل إيميل من السفارة الله أكبر الله إيميل من السفارة الأمريكية قولي بعد ما ارشدتنا طبعا خمسين ألف إيميل ما حد رد واسعين رد تمام قالولي نحلت المشكلة ودخل حسابك ادخل حسابي طلع أقدر أغير الموعد وأقدر أسوي كل حاجة ورجعت بني آدم بني آدم أقدر أحول كل حاجة يا سلام أول شي سويته أنه أبغى أقدم موعد طوارئ عشان يعطي موعد أقرب فقدمت الأوراق وحطيت الإفنت وخطاب التوصية نتر من الإفنت وهذه الأشياء قبلوا وقدموا لي الموعد صار موعد السفارة بعد يومين الله كان السنة الجاي خلو لي بعد يومين ويريت وما صار حلين وقل لكم ليش يريت وما صار بعدين بعد ما صار بعد يومين أنا رتبقت موعد الفيزا أسابر أمريكا ميستر بيست ومدري إيش كذلك كذلك كنت كنت مصروع تمام وخلاص الحلم راح يتغير حياتي مقاطع يتيوب ومليون شيء واجهزت وأسوي تدريبات أوقف وأسوي حركات وبركات وعشان أخذ الفيزا لأنه أنا أسمع أن ينرفضوا ناس كثير فأنا قلت لا مستحيل أن نرفض أنا يتيوبر يو يو هاهاهاهاها خيرا قبل دان جاء اليوم قبل الفيزا قبل السفارة قبل المقابلة بالسفارة وخلاص يلا ونمت بدري وصحيت الفجر وصليت ودعيت يا رب أخذ الفيزا يا رب وخلاص وانتركت عن السفارة الساعة 6 الصباح أول شخص وسط السفارة الأمريكية أنا ستة الصباح كنت مسنتر عندهم ماء من الحماس انا فتحت شفت الدواب انا دومت مدالهم فتحت الباب بعد ان جاء سبعة ونص كان موعدي دخلت اول واحد كنت اول واحد وباقي وراي ناس كثير فدخلنا اول شي دخلنا صرفة شونة وتفتيشات ومنوع تدخل الجوال ومنوع تسوي ولا شي بس تدخل انت واوراقك تطلع وتكمل سيدة بلان في مكان المقابلات فدخلت وحطيت اغراضي وكل شي زبنته زبنت الجوال مكان سري كل الناس كانت تشوفه بس الحمدلله هذا الجوال رحنا دخلنا مشيت اول واحد وخرى مبسوط الحمدلله رح ناخذ الفيزا والله اكبر وكل ثقة متوكل على ربي كأنه كده كأنه رايح ااخذ الفيزا مو رايح اصني مقابلة دخلنا قاعة كده كبيرة فيها كراسي وحركات وبركات اول شي راح اخذوا مني اوراقي وسألوني عن اسمك واشياء زي كده بلان عطوني موعد تمام بعدين انا دخلت الحمام من الحشر دخلت الحمام يمكن بذاكر اليوم دخلت الحمام 12 مرة من كثر ما اني كنت متوتر بس انا من يعرف اني متوتر بس عرفت اني متوتر بعد ما محثت بجوجل صوت طلع سبب ان دخلت الحمام كثير يقال اوه مابغى احرف بس يمكن فوق العشر مرات دخلت بساعتين تخيلوا من كثر التوتر دخلت الحمام راح دوري كنت الاول سرت الثالث الله يقطع الحمام الله يقطع الحمام أنا قلت خلاص خيرة ومدري إيش فجأة صاروا ينادوا يلا قوم هذلك أخذت مكاني واحدة وواحد كمان أنا ضليتني ساكن ليش تروح الحمام ليش تروح الحمام 17 مرة بعدين خلاص وقفنا في شبابيكنا 1 2 3 4 5 شباك رقم 9 سويت عنده مقابلة وشباك كان فيه رقم 6 6 6 أول شباك كان فيه بنت واضح أن البنت هذي كده مروقة ومستنسة ورح تعطي فياس لكل شخص مرض ومفروض أنا أكون أول واحد مفروض أنا أول أكون أول واحد دخلت الحمام الحمام لحد يدخل الحمام تمام راحت أخذت هذيك اللي راحت عنده الكويسة هذيك أخذت الفيزا أنا شفتها أخذت الفيزا أعطوها الفيزا تمام بعدين فتح شباك رقم 9 تان تان لما انت 9 فتح أنا شكت أجاب أنا قلت جي جي من شكله أنا عرفت كده أشغر عنده سكسوكة رقم شباك ودسعة شباب أنا قلت هذاك راح راح له قدامي أنا قاد أسمى كده أطنص من بعيد قاعد يسأله سؤال سأله ليش رايح أمريكا كله رايح أنه سياحة زي كده كان يتكلم بالعربي هذاك العربي حقه الأمريكي متكسر بعدين قل له إيش تشتغل؟ قل له عنده شركة مدري إيش وعنده موظفين أنا قلت ألعب ماشاء الله بدين فجأة قل له عذرا الفيزا الخاصة بك مرفوضة كده قل له أنا قلت وهذيك البند قاد أقول يا ربي خلصوا يا ربي خلصوا بسرعة عشان أروح أقاب معها وما خلصت جاني من بيت قل لي كده قل لي أنا قلت يا الله بس دخلت عليه بكل ثقة افتح الطريق يبنع عشان مباشر بسمح ما أخذ الفيزا معايا ورق وخطبات وأشياء خلاص الفيزا بالجيب قل لي بالإنجليزي قل لي لو سمحت أعطيني بالإنجليزي بس رح أترجمها بالعربي كده قل لو سمحت أعطيني جواز السفر وقل له أخذ جواز السفر بعدين قل لي ليش مسافر أمريكا بعدين قل كله لأنه أنا يوتيوبر اسمي غيان شديد وصلتني دعوة على الإفنت اسمي حطوض على الإفنت حطوض على الإفنت رايح على الإفنت وهذا الإفنت راح يكون فيه مستر بيست ورح يكون فيه كثير وحيكون في دالس تيكسس من يوم ثلاثة لخمسة وحيكون بس مدثة أيام وهم بتكفريني فيني ودفعيني كل حاجة ومعاي الخطبات انه يثبت لك كل هذا وتقولوا عادي أعطيكي إياهم قل لي أيوة أعطيه إياهم تمام قل لي أهاتهم حطيته هو شباك طبعا كذا شباك هنا هو شباك هو هنا وأنا كذا كلمه يعني فيه فاصل وفيه سبيكر فحطيت الأوراق تحت سحبها سوى كذا رمأ أمها الورقة ولا تفرج على الورقة والله لو قرى الورقة كنت طلعت والله ما قراهم بدانا صرت أشرح لو أنه أنا رايح أسوي هناك وكذا وكل شيء ولا سألني ولا سألني والله ولا مهتم أنت يوتيوبر طيار بطار طباخ ولا فارق معاه واضح واضح يبقى يرفض كذا بس ضرمني يحس بي الله والأمانوكين تمام بعدين لسه لسه باقي ثالث أسئلة سألني قلت له كل شيء آآ بعدين سألت سألني سؤال ثاني قل لي مين الشخص اللي دافع لك كيف تعرفت عليه قلت له أنه هو هذا حق الإفنت وأنا رايح معاه وزي كذا بعدين قال صعب يا كذف ماسك الورقة ماسك الأوراق سوي ويكتب على البسي على الشركة فأنا قل وقل ايش показت بعدين سألني سؤال الثالث قل لي ايش قال؟ قل لي ابوك ايش يشتغل؟ قلت لي ابوك ايش يشتغل؟ وسألني سؤال رابع نسيت ايش هوه بعدين قلت لي كل حاجة بعدين سأشرح له زيادة انه انا يوتيوبر سويت كذا وسويت كذا وهذه الاشياء وانا يعني حروح وعندي اشياء لازم ارجع واشياء كثيرة بعدين انا قلت خلاص صار يكتب هجأ ساكت كلنا وصار يكتب 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 كل شي بس يكتب وضلي عليه كفة مرات بس بعد ما كتبنا بان انا قلت خلاص ساقض الفيزا صرت اتكلم انه فاهما انا بغى اتكتację يتïتر انه كلا ييثق مع الاوراء كل شي تجل لي انا صدم ا группنط صدمة نفسية اخسم بالله بعد كل الامل والحماس وكل الدنيا رفضني بعدين وشلو اه اه اجد اتخلم قال نيكست نيكست بعدين جيت طلعت وانا بصدمة نفسية ماشي انا بعد التعبين الشهرين لكل يوم كنت اروح مكان عشان اجيب خطابات واجيب اشياء انه اضمن اخذ الفيزا يجي هذا ابو شباك تسعة يرفضني وما فهم ايش انا مسوي ولا فهم حاجة ولا سألني سؤال عن اليوتيوب ولا ايش رايح اسوي هناك ولا عن الافنت